تنعيب أميرة صابر مساء القير نوري خالدم أهلا بك أهلا بك شفتي كعضو مجلس نواب شفتي اللي حصل بإقالة وزيرة الداخلية في لندن بسبب مقال شفتي إزاي يعني طبعا هي محولة من الحكومة الريطانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع متأجز جدا فأعتقد يعني وزيرة الداخلية الريطانية سوينة بيجرمان عملت الحقيقة خطأ كبير جدا جدا بتقليد المجتمع البريطاني على بعضه لأنه دائما حضرتك ذكرت في كده واضح والعالم يعني خللا سياسيا غير مصبوح خلل في المعايير التراكمي بس الحقيقة أحداث غزة كشفت هو قد إيه الكيل بمكينين بقى هو صدير قد إيه فيه هيقات للأمم المستحدة لتحاضرة على إمتاز قرارات بموجب المتفقات الدولية وجودة بالقانون الدولي يعني لأجل الأفر الشديد السياسات الاسخيطانية والسياسات الإبادة بمعاني السياسات سخوتي بالك هو ما قدرش على الضغط الشعبي عنده هذه نقطة مهمة جدا ما قدرش على الضغط الشعبي عنده عنده في لندن واستجاب للضغط الشعبي يبقى قال للوزير إيه اللي لازم نقطة قدامه هنا اللي لازم نقطة قدامه هنا الحقيقة هو أنه القادم المستاحي فيه الشعوب لأنه المشكلة الفترة اللي فاتت هو انتصال حقيقي بين أداء الحكومات الأوروبية والحكومة في أمريكا وبالنبض الشارع احنا شونا مظاهرات مليونية خارجة في أكبر عواحل أوروبا لأنه الحقيقة الانتهاك اللي بيحصل مش مستحملين الناس مش مستحملين الناس تقول رأيها ولا تعبر عن الغضب اللي جواه سياسك ده مش عمر لا هو ديني أبدا ولا هو سياسي ده عمر إنساني احنا بنتكلم على يعني أسف بساة لطبيعة الإنسانية للعيير اللي تقص بقرية رأي والتعبير الاحترام للقوانين هي بالكامل هي بالطبيعة عرض الحائط فإنه ده كمان يتم التنطيع عليه أو يتم الضحاء عنه لأنه الخسومات تتجه يمينا ويمينا متطرقا بشدة دي لحظة فرقة دي لحظة فرقة في تسول السريح المساري لأنه الحقيقة استمرار هذا الخط على فتحانته هيودينا في مناطق النداع والصراع واحتدام يميلي مش هذا العالم يتحلل فتورته يعني الحقيقي اللي جاي لو ما فيهوش إطلاح لهذه المسارات وأنا شايفة النهاردة الحقيقة اصطلت الوزيرة خطوة يعني خطوة لأجل تشعور بنجد الشارع وبعينه الحكومات تكون يعني بتاع الضغط الشعبي الضغط الشعبي خلى تصرحتها بقت يعني عايزة أقول إيه يعني موترة بالنسبة للحكومة عندها طبعا هذا القدر من الاتباك السياسي ملاحظ في العديد من عواصل دول الوصفية حتى ملاحظ داخل إسرائيل مستفق لأنه الحقيقة يكمل برائم يكمل برائم إنسان دي أي إنسان يدافع عن أهل فز يكمل إجابة وكمل عنص مش من مصرحة حد أبدا إنه هو يخبص أصوات الإنسان دي شاقود دلوقتي أصوات السبسينيون دي بقت قضية إنسانية بالمقام الأول إحنا بنستلم على أمر خارط هنا ما بين إنسان والحيوانات البشرية يعني إحنا وصلنا إيه للأسف إحنا وصلنا لمرحلة فيها يطلق على إنسان كامل الأهلية حيوان بس دون أن تحدث رد الفعل مستحفى إذا هذا الأمر يعني أنا طبعا حيأثر فين الضغط الشعبي في دي والتانية فعند على الحكومات ده رهان الوحيد المتبطي في دل هذا الضل الممارس على كل أفعاد السياسية والشعوب والمحاربة الشعوب فيه لازم تخدم مستقبلها ومستقبل أولادها ومستقبل أحمدها لأنه يعني هذه السياسات والسلب المسكينين وضرب الحائص بكل الخوانين هي ودينا الموجات من التطرف وموجات من العنصرية هتأثر على كل مواطن كل مواطن كان أبيض أروسي مواطن أي أن كان وضعه الآن هو مهدد الحقيقة لو يدافع عن الحق لو يدافع عن القانون لو يدافع عن قصص كل الإنسان النهاردة الحقيقة ما بقاش مقبول أبدا من المقاد ييجي يقول لنا نعمل إيه في ملفات كل الإنسان بينما كل المعايير المؤسسة المؤسسة نعم يعني ده نوع من أقواع الزوالية البعيد نعم إذا كان الإنسان إسرائيليا فأهلاً بقول الإنسان على طاولة نعم إنسان إسان فلسطينيا فإحنا بنهض بالطرف بنصنع يعني السياسات بالزة للدن نعم ومؤداها الحقيقة هو اللي نهاردة بنسوح وأنا أشعر وليه الحقيقة العديد من الأصدقاء في دول وعواصل أروفية أي والانتصال الحقيقي بين الحكومات وبين الشعور نعم 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 موضح إن احنا هنكتشف حاجات كتيرة في قصة حرب غزة في الفترة المقبلة في دول بتدعي الديمقراطية واحترام واحترام حرية الرأي والتعبير بشكرك شكراً جزيلاً سيد النقب أميرة سابر خليني